بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سوف ندرس اليوم الوظيفة النحوية الاسم المجرور يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون الطالب قادراً على أن يتعرف إعراب الاسم المجرور بالعلامة الأصلية أن يحدد الاسم المجرور في الجملة أن يستنتج القواعد الخاصة بجر الاسم المجرور أن يستخدم الاسم المجرور في جمال من إنشائه من خلال هذا النشاط يا أحباب سوف نتعرف الاسم المجرور وحرف الجر في المثال الأول إن حب الأوطان من الإيمان أين حرف الجر يا أحباب؟ كلمة من؟ أحسنتم ما الكلمة التي تلي حرف الجر؟ كلمة الإيمان أحسنتم كلمة الإيمان جاءت بعد حرف الجر إذن كلمة الإيمان اسم مجرور المثال التالي سلم المعلم على الطلاب أين حرف الجر يا أحباب؟ كلمة على أحسنتم ما الكلمة التي تلي حرف الجر؟ كلمة الطلاب أحسنتم إذن كلمة الطلاب اسم مجرور المثال التالي سافرت إلى مدينة جميلة أين حرف الجر أحباب؟ كلمة إلى أحسنتم ما الاسم الذي يلي؟ كلمة إلى كلمة مدينة أحسنتم إذن كلمة مدينة اسم مجرور المثال التالي العمل خير للعامل أين حرف الجر أحباب؟ كلمة اللام أحسنتم إذن اللام حرف جر ما الاسم الذي يلي حرف الجر؟ كلمة العاملي إذن كلمة العاملي اسم مجرور أحسنتم من خلال هذا النشاط يا أحباب سوف نتعرف علامة الجر الأصلية المثال الأول يقرأ الطالب في موضوع أين حرف الجر أحباب؟ كلمة في أحسنتم ممتاز أين الاسم المجرور الذي يلي حرف الجر؟ كلمة موضوع أحسنتم انظروا إلى حركة كلمة موضوع حرف العين الكسرة إذن علامة الجر الأصلية الكسرة المثال التالي فاز الطالب بجائزة أين حرف الجر أحباب؟ الباء ممتاز ما الاسم الذي يلي حرف الجر؟ كلمة جائزة أحسنتم إذن كلمة جائزة اسم مجرور علامة الجر الأصلية انظروا يا شباب إلى الحركة الكسرة ممتاز المثال التالي تزين الحفل للطلاب أين حرف الجر؟ كلمة اللام إذن اللام حرف جر ما الاسم المجرور الذي يأتي بعد حرف الجر؟ كلمة الطلاب أحسنتم انظروا إلى الحركة الأصلية إنها الكسرة ممتاز المثال التالي استمع إلى المعلم أين حرف الجر؟ كلمة إلى ممتاز ما الاسم الذي يلي حرف الجر؟ كلمة المعلم انظروا إلى الحركة الظاهرة على آخر الكلمة إنها الكسرة إذن من خلال هذا النشاط يا أحباب تعرفنا أن علامة الجر الأصلية هنا الكسرة ممتاز استمتجوا أن حروف الجر هي حروف تجر الإسم الواقع بعدها من حروف الجر من إلى عن على في الباء اللام الإسم الذي يقع بعد حرف الجر يسمى الإسم المجرور علامة جر الإسم المجرور بحرف الجر هنا الكسر من خلال هذا التطبيق يا شباب سوف نؤكد ما تعلمناه من الحركة الأصلية للإسم المجرور المثال الأول نأخذ العسلة من أختار كلمة النحلي أم كلمة النحلة انظر يا شباب إلى الحركة الأصلية الكسرة من حرف جر إذن الإسم الواقع بعدها الإسم المجرور علامة جره الأصلية هنا الكسرة إذن أختاروا كلمة النحلي أحسنتم نأخذ العسلة من النحلي المثال التالي أشرف المعلم على أختاروا كلمة الفصل أم كلمة الفصلي تذكروا جيداً يا أحباب علامة الجر الأصلية هنا الكسرة أشرف المعلم على الفصل منتاز المثال التالي أدى محمد الهدية لي طالب أم كلمة طالب أحسنتم كلمة طالب علامة الجر الأصلية هنا الكسرة المثال التالي رحب القائد ب الجنودي أم كلمة الجنود رحب القائد ب علامة الجر الأصلية يا شباب للإسم المجرور، الكسرة، الجنودي، رحب القائد بالجنودي. من خلال هذا النشاط يا أحباب، تفكير إبداعي، انظروا إلى هذه الصور، أطلب منكم جملة لكل صورة تحتوي على حرف جر. الصورة الأولى هي عبارة عن ملعب قرة قدم لاعبون يتصابقون من يأتي بجملة تحتوي على حرف جر. أحسنتم، يتسابق اللاعبون في الملعب، أحسنتم، في حرف جر، الملعب اسم مجرور. الصورة التالية يا أحباب، كاتب يكتب آية كريمة من يأتي بجملة فعلية تحتوي على حرف جر. أحسنتم، يكتب الكاتب الآية بخط جميل، أحسنتم، البقى حرف جر، خط اسم مجرور، علامة جر الكسرة. الصورة التالية، طيور تطير، من يأتي بجملة فعلية تحتوي على حرف جر. أحسنتم، تطير الطيور في السماء، أحسنتم، في حرف جر، السماء اسم مجرور، علامة الجر الكسرة. ممتاز، الصورة الرابعة، طلاب يختبرون في الصف، من يأتي بجملة مناسبة تحتوي على حرف جر. أحسنتم، يختبر الطلاب في المدرسة، أحسنتم، في حرف جر، المدرسة اسم مجرور. إذن، أكملوا الخريطة المعرفية للإسم المجرور. الاسم المجرور يا أحبة، العلامة الأصلية، الكسرة. متى تأتي الكسرة يا شباب؟ إذا كانت الكلمة تدل على المفرد، مثل كلمة المسلمي. إذا كانت الكلمة تدل على جمع التكسير، مثل كلمة الطلاب، أحسنتم، إذا كانت الكلمة تدل على جمع المؤنث السالم، مثل كلمة المهندسات. إذن، الاسم المجرور، الحركة الأصلية، والعلامة الأصلية للجر، الكسرة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة